سروح للمستقبل بتاع الأهل الأول النادي الأهلي عدتوا العدتوا يعني نجم كبير في النادي الأهلي لو مرت عليه مواسم صعبة موسم اتنين بيبقى دول انطلاقة عظيمة المواسم قادمة عظيمة متفائل حاسس انه الأهل اللي جاي ليه جيد بشكل ممتاز هيتحسن الأهلي هيقدر يعمل تدعمات كويسة ومحتاجي النادي الأهلي عشان يظهر بشكل كويس المواسم القادمة الموسم اللي جاي تحديدا اكبرت ان احنا بتوع كورة انت فكر ان انا جاي زعلان عشان الاهل يتعادل او تغلق انا زعلان على المستقبل انا شايف من فترة وانا كلامي معك من ست شهور يا كريم ان اللي جاي ضلمة ليه العناصر القديمة اللي هترجع منهم تلاتة لو رجعوا المستوى هم هيبقى كويس الباقي كله انا عارف شيرجع على المستوى يعني هنقول مثلا افشا لو رجع على المستوى شريف حمد فتح السلية اكيه الشناوي طبعا حسين انا شايف لو فضل مستوى كده عجبك النهار ده احمد عبقادر يعني هارب ياد ده لما نزل ما تقوليش رجع من اصابة عجبك حسام حسن الراجل مخلي محمد طب انت مش مقتنع بمحمد محمود خلاص سيبو سيبوه انما هخليه في اخر 6 دقايق وينزل مكان مكيسوني وينزل مكان مكيسوني اللي قاعد طول المطشل يا شايف 85 دقيقة 85 دقيقة ما فيش ما شفتش منه حاجة طب يا طرع ده ليه طيب قطاع الناشئين مش ميطلع لعيبة كويسة اوكي هيتعدل ده لو يتعدل لو نادي الاهلي بيسمع وبيسمع لنا بجد يجيب الناس اللي بتقول اقتراحات يا جماعة مش عند انا كابتن كريم من فترة كان بيتقال ممكن فيه مجملات في الشغل هناك ووي ووي انا مش بصدق الكلام ده مس هبتدي كابتن محمد من الناس اللي تتعمل لك ترحب يعني مرضو لما تتصف اللعيبة القديمة يعني مثلا كابتن محسن صالح كابتن خاليب بيبل عملوا دورهم كابتن ذاكران ناصف عملوا دورهم مع كابتن محول الخطيب طبعا عملوا دورهم طلع كابتن خطيب ده رئيس نادي لا ما هو في النهاية لها علاقة بالكورة يعني مسؤول عن الكورة هو اللي بيعين الناس دي كلها وقصود دي رأيه اكيد يعني وكابتن حسن غالي ما اكيد دي رأيه تمام وانا بقول لها اسماء كبيرة يعني كل اسماء نقول تادي اسماء كبيرة جدا عملوا دورهم ولا ما عملوش سنتين اللي فاتوا بسيد عبد حفيز عملوا دورهم ونجحوا وخدوا بطولات عملوا المستقبل لما يجي مدرب ماسك فرقة اللعيب اللي عنده ده اللي طالع النهاردة اللعيبة الميزة اللي بتميزنا الروح والتخبيط واللوانة حتى قليل في الكورة الروح بتتنجي موجودة فانت بتزرع المدرب اللي ماسك فرقة في الناشئين ده بتزرع عنده بتزرع للعيب ايه اذا كان انت كنت كل تموحك ان انت تقايد في النادر اهلي سنة واحدة فلما تيجي تقول للعيب لازم تكسب لما بقى فيه فرقتين جاية مدربين من فرق اصلا من كتاعات ناشئين فرق هنزل الدرجة تانية ويمسيكوا كتاعنا هيقول للأهل ايه هيقول لهم ايه هيقول لهم ده التعادل ده حلو فالولاد بتطلع النهاردة حاسس ان التعادل عادي بالنسبة لهم ماكسب الراجل حتى الأجنبي الخواجة فرحان بيخش فيه جوان يا سيدي اوكي انت مش جاي فرقة فوسط الجدول ده بالكتاعات الناشئ طيب عشان اجدد واجيب زي ما انت بتقول الانطلاقة اجيب سبع تمال لعيبة سوبر منين احنا بقالنا شهرين انا وانت عمالة ادرب يمين وشمالة عشان اجيب لعيبة من الدور المصري زي اللي موجودين مش فرق واو شدي حسين زي اللي موجود مضمنوش لعيب كبير قوي ولعيب كويس قوي وناديت بيه من سنتين تضمنو يروح النادي الاهلي محسام حسن جاي لك هداف الدوري تضمن المدير الفني اللي جاي مالوش حسابات تضمن هو يلعبه مصطفى ميسي لا لسه لا احنا جبنا امير سعيود فاكر من عشر سيود كان جامد اوي كان حاوي دلوقتي امير سعيود جامد جدا فمصطفى ميسي لسه قدامه سنتين تلاتة عشان افكر اجيبه طب انا عندي كريم ندفد عندي ناصر ماهر عندي اه 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 محمد احمد حمدي اللي هو في مونتريال محمد صبحي محمود صبحي والله انا بص انا شايف الشناوي ولازم يبقى جوه مع تقيل جام بمصطفى شبير وعلى فكرة مصطفى شبير النهاردة انا شركته من الحزبة لانه هو النهاردة كل الكوار اللي راحت له اتعامل معه الولد مهوب من زمان وربنا كرمه ان اول ان ابوه جامد عارف لو ابوه مش جامد انا سألته سؤال في الانترو هتجي محمد صبحي كحارس وعد للمستقبل وعندك مصطفى شبير حارس وعد للمستقبل ومن النادي ليه تجي محمد صبحي انا افهم اه عشان خبرته اكتر محمد صبحي تحمل ضغوط اكتر ولعب دوري ممتاز حوالي سنتين دلوقتي تلاتة اه بالزبط فده ممكن يشيل مع مصطفى شبير لان شبير الكبير احد حوالي عشرة سنين ما لعبش وبعدين مسك في الفرصة فمصطفى لازم يقضع عشرة سنين مش لازم هم بيقولولي الكابت شبير يطلعه احسن اعارة او النادي الاهل يعني طلعه اعارة لعلاقة لعلاقة وانا بحقق ايه ليه لو شبير مش جارد الولد ده كانت فرغ من زمان كانش هيخد الفرص دي والوقت لما خد الفرصة سعر كابتن محمد دايما النهاردة انا باتكلم على مصطفى شبير وباتكلم عنه بسيد روايسة انا انا مسلا بقول مصطفى شبير ما بقولش عشان يعني الكابتن الكبير طبعا كابتن احمد شبير بس هو راجل ده انا امارة قدامنا ان هو كويس يعني كان ممكن مصطفى شبير يلعب وكان يبقى سايق جدا فالطبيعة هنطلع نقول مصطفى شبير يا جماعة سايق ولكن لازم ساعده ليه يعني برضو لأ تقيل لأ انه ياخد الفرص دي مصطفى ابوه ما اخدهاش ابوه حافظ يستاعده بس لما ساعدك وتديني امارة زي ما انت بتقولت توقف على حيلك حتش يقدر يتكلم طبعا بقولت لك النهاردة في البداية طلع عصيبير مصطفى شبير وطلع عصيبير شبير